مستمعي الكرام أبناء الأعزاء بعد أن وقفت بكم على مفهوم الصهيونية وجزء من تاريخها أقف بكم الآن ضرورة على بيان مصدر هذه الفكرة فكرة الصهيونية إذ إن لكل فكرة مستند وكل فكرة تعتمد على نبع تعود إليه هذه الفكرة الصهيونية تدعي أنها تأوي إلى ركن شديد ألا وهو النص الرباني ويزعمون أنهم أصحاب نص الرباني ولكنهم محرف كما ستعلمون هذه الفكرة الصهيونية تعتمد على مصادر هذه المصادر قد عقدت لكم هذا الفصل لبيانها وهذا الدرس لإظهارها هذا الدرس عنوانه مصادر الصهيونية فما مصادر الصهيونية إذن تكشف عنها هذان العنصران العنصر الأول بيان التوراة كمصدر من مصادر الصهيونية المصدر الثاني مصدر التلمود فما المقصود بالتوراة وما المقصود بالتلمود وهل يصلح كل منهما أن يكون مصدرا مأمونا لصهيونية محدثة وأفعال بشرية مدمرة الجواب ما سنعرفه بعد قليل مصادر الصهيونية الصهيونية تعتمد على عقيدة من وضع ربانها ورهبانها وهذه المصادر يدعون أنها عقيدة ربانية وأصول ثابتة وقواعد إلهية هذان المصدران كما قلنا هما التوراة فهل التوراة بين أيدي اليهود الآن توراة حقيقية ربانية؟ الجواب كلا بالطبع لماذا؟ لأنها كلمة عبرانية معنى التوراة أي الشريع أو النموس وهي في نظر اليهود مجموعة من الأسفال الخمسة سفر التكوين وهذا يتكلم عن بداية الخلق وتكوين العالم سفر الخروج وهو يحكي لنا خروج بني إسرائيل من أرض المعاد لديهم كما يزعمون وسفر التثنية وهو يتكلم عن قلق السماء والأرض وسفر اللاويين وهو يتكلم عن حياتهم وكل ما كان اليهود يعيشون فيه ثم بعد ذلك تبين عن أعدادهم وعن أحوالهم وأعداد السماوات والأرض وأشياء أخرى إنما هي في بدايتها كانت ربانية لكنهم وضعوها بأفكار بشرية يطلق النصارى لفظ التوراة على جميع الكتب التي سمونها العهد القديم والتوراة في اليهود يطلقونها على تلك المجموعة من الأسفال وهي قد أصابها التحريف والتبديل والقرآن الكريم يشير إلى أنهم حرفوا وبدلوا حرفوا وغيروا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون الله أشار إلى أنهم حرفوا لأنهم كانوا يعتقدون أن هذه التوراة أو هذه الأوضاع التي وضعوها والأفكار التي كانت من آبائهم ورؤساء دياناتهم كانت من وضع عقولهم هم فادعوا أنها وح وهؤلاء بذلك قد كذبوا كما أن النصارى حرفوا وبدلوا وكانوا يطلقون التوراة على جميع الكتب العهد القديم وبينما اليهود يطلقون التوراة على العهد الجديد أو العهد القديم أيضا لكن التوراة في القرآن هي ما أنزله الله تبارك وتعالى من الوح على موسى عليه السلام وقد بدل تماما وغير تماما حتى غدا معدوما في دنيا الناس إذن التوراة كمصدر أساس تعتمد عليه العقلية الصهيونية إنما هي من وضع آبائهم ووضع رؤساء أديانهم وليست أيها الشباب من وضع الله بل حرفت وبدلت فأصبحت لا تنسب إلى الله الواحد القهار وإنما هي من وضع قساوسة النصارى وآباء اليهود هكذا كانت التوراة فماذا عن التلموت نعم إن من أهم مصادر الصهيونية كذلك التلموت فما المقصود بالتلموت؟ التلموت هو مجموعة من التعاليم التي تمس الروايات التي تناقلها العلماء عن موسى عليه السلام يعني هم يدعون أن آباء أديان آباء الدين المسيح اليهودي قد أخذوا هذه النصوص عن موسى عليه السلام وكانت من جيل إلى جيل حتى غدت بين أيديهم الآن ويدعون أنها نصوص مقدسة تناقلها الآباء عن موسى وهذا كله هراء لقد جمعوها في كتاب سموه المشناه وهو خلاصة القانون الشفهي الذي تناقله الحاخامات هكذا كانت رؤساء أديانهم هم الذين تناقلوها وهم الذين وضعوها منذ ظهور حركة الفريسيين والفريسيون هؤلاء هم الذين كانوا يعملون عقولهم في التوراة ومعنى الفريس يعني الذي يحفظ أو يفهم ويؤول فالفريسيون وكذلك عكس ما كان الفريسيون كان أصحاب النص المقدس الذين يعتمدون على الكتاب وحده أما بعد أن ظهر هؤلاء الحاخامات الذين أعملوا عقولهم في النصوص وتناقلوها فكريا مع الزمن أسموها التلمود وأطلقوا عليه أنه كتاب مقدس ليس الأمر كذلك ثم أدخل عليها بعض حاخامات فلسطين وباب كثير من الزيادات أي أن تاريخها قديم والشروح والحواش وسميت تلك الزيادات باسم الجمارة ومن المشنات والجمارة يتكون التلمود ويقسم إلى قسمين التلمود الفلسطيني والتلمود البابلي وهما أقدم أقدم ما وضعته عقلية الحاخامات من نصوص الكتاب الذي يزعمون أنه مقدس وليس بمقدس أبدا إذن مصادر الديانة المزعومة الصهيونية غدت الآن مصادر وضعية من وضع الحاخامات وليست وحيا إلهيا وإذا كانت هذه مصادر الصهيونية فماذا أيضا عن أهدافها هذا ما ستحمله الصفحات التالية اشتركوا في القناة